اول حاجة اقول لكم مسلسلين طيبين رمضان كريم عليكم وعلينا ونستشعر لها كل شراك وتفعيل الجرس هنتكلم نهاردة على مسلسلين مسلسل موسى ومسلسل احمس مسلسل احمس اللي تم اقافه مسلسل موسى هل لي ارتباط بمسلسل قدم الشرقاوي ولا لا لما شفت الاعلام بتاع مسلسل موسى حسيت انه هو مرتبط جدا بمسلسل قدم الشرقاوي بتاع محمد رجب نفس الكصة ممكن تكون بس مختلفة باختلاف الاسم بس في انجليز وفي الكلام ده كله دي حاجة احنا مش هنعرفها غير لما نشوف مسلسل موسى في رمضان بازن الله الحاجة التانية اللي ليه علاقة بمحمد رمضان محمد رمضان يعلم ان هو هيعمل فيلم هيسميه احمس بدل عمر يوسف هل دي مشكلة ولا هتتحل طيب دهت المسلسل بتاع احمس عمر يوسف طم اقاف المسلسل بسبب هيئة القصور ليه اول حاجة هتكلموا عليها تكلموا على دقنا بتاع احمس عشان احمس ما كانش عنده دق تاني حاجة تكلموا علي شعر بتاعريم مصطفى عشان شعراء كان مسبوخ الكلام ده كله مقرخ طبعا وكلام ده كله حقيقي ان طبعا مفيش في القصور او في الفرعنة حد كان بيربي دقنه التاريخ يعني اثبت ده بالرسوم بالورق البردي الرسوم اللي هم رسموهانا على الحيطان ما كانش فيه حد بداء كان لو حتى حد فيه حد بداء اني كان بتوقع حتى صغيرة قد كده وليها منظر معين او ليها اتجاه معين عشان ده ملك او عشان حاجة زي كده احمس طبعا احنا كلنا عارفين من هو الملك احمس هو اللي دخل مصر وكان حرر طيبة من الهكسوس وكل ده بس الموضوع كبير جدا وطبعا مش هقدر احكي لكم قصة احمس كلها انا هسيبكم تطمعوا قصة احمس كلها دلوقتي وقولوا رأيكم في الفيديو وهي اتمنى اشتراك وتفعيل الجرس وعش هلويصلكوا كل جديد من قناة عائلة صحيب البركات احمس الاولي كان فرعون من مصر القديمة ومؤسس الاسرة الثامنة عشرة وكان عضوا في العائلة المالكة الطيبة ابن الفرعون سق النارع وشقيق الفرعون الاخير من الاسرة السابعة عشر الملك كامس في عهد والده او جده تمرد طيبة ضد الهكسوس حكام مصر السفلة عندما كان في السابعة من عمره قتل والده وفي حوالي عشرة عندما توفي شقيقه لأسباب غير معروفة ولم يحكم سوى لثلاث سنوات فقط تولى احمس الاول العرش بعد وفاة اخيه وبعد توليه اصبح يعرف باسم نبا تيرع سيد القوة تيرع احمس اسم ثيوفوري مزيج من مقطع لفظ ا وشكل الجمع بين موسى مقطع ا يشير الى انهي خلال فترة حكمه على غزو الهكسوس وطردهم من منطقة الدلتا واستعاد الطيبة سيادتها على جميع انحاء مصر واراضيها خاضعة لها سابقا من انبا وكنعانا اعد تنظيم ادارة البلاد وفتحت المحاجر والمناجم وطرق جديدة للتجارة وبدأت مشاريع البناء الضخمة من النوع الذي لم يجر منذ ذلك الوقت من عصر الدولة الوسطى وضع عهد احمس الاسس لعصر الدولة الحديثة والتي بموجبها وصلت الدولة المصرية ذروتها ينحدر احمس من الاسرة السابعة عشر بطيبة جده سق النارع تاعا وجدته تتي شري كان لديهم من الابناء ما يتجاوز الاثنى عشر بمن فيهم سق النارع وإياح حطبة تزوج الاخ والاخت وفقا لتقاليد الملكات في مصر القديمة انجب احمس الاول وكامس والكثير من الاناث تبع احمس تقاليد والده وتزوج العديد من اخواته وجعل اخته احمس نفرتاري زوجته الرئيسية انجب العديد من الابناء بمن فيهم من الاناث احمس مرت امون واحمس سيت امون من الذكور سي امون وامنحت بالاول واحمس عنخ ورعي موس وقد يكون وايضا ابا لموت فرط التي تزوجت من تحت موس الاول على ما يبدو ان احمس عنخ كان ولي عهد احمس الاول لكنه توفي ما بين العام سبعة عشر واثنان وعشرون من حكم احمس تبع احمس الاول في الحكم ابنه الاكبر المتبقي على قيد الحياة امنحت بالاول لم يكن هناك خط فاصل واضح بين الاسرة السابعة عشر والاسرة الثامنة عشر كتب المؤرج مانيتون لاحقا خلال عهد البطالمة معتبرا طرد الهكسوس النهائي بعدما يقرب من القرن لتواجدهم واستعادة الحكم المصري على كامل انحاء البلاد كان حدثا كبيرا بما يكفي لتبرير بداية اسرة جديدة طرد الهكسوس احمس الاول قائد الجيش المصري يحارب الهكسوس عام 1700 ميم كان سقنرع اول من بدأ بمهاجمات الهكسوس لمحاربتهم وخروجهم من مصر وقتل في احدى معاركه مع الهكسوس ثم استكمل ولده كامس الحرب حتى طهر الصعيد من الهكسوس ثم احمس طرد الهكسوس خارج البلاد جرى احمس بجيوشه عندما كان عمره حوالي 19 سنة واستخدم بعض الاسلحة الحديثة مثل العجلات الحربية وانضم الى الجيش كثير من شعب طيبة وذهب هو وجيوشه الى اواريس صاني الحجر حالية عاصمة الهكسوس وهزمهم هناك ثم لاحقهم الى فلسطين وحاصرهم في حصن شاروهين وفتت شملهم هناك حتى استسلموا ولم يظهر الهكسوس بعدها في التاريخ كانت هذه المعركة حوالي عام 1580 قافميم فترة حكمه خنجر من البرونزي لاحمس الاول قام احمس بتطوير الجيش المصري فكان اول من يدخل عليه العجلات الحربية والتي كان يستخدمها الهكسوس وهي سبب تغلب الهكسوس على مصر وكان يجرها الخيول وطور كذلك من الاسلحة الحربية باستخدام النبال المزودة بقطعة حديد على الاسهم ثم بدأ بمحاربة الهكسوس بدءا من صعيد مصر والتف حوله الشعب فقام بتدريبهم بكفاءة حتى اصبحوا محاربين اقياء ومهرة وظل يحارب الهكسوس من صعيد مصر حتى وصل الى عاصمة مصر انذاك التي اقامها الهكسوس بجوار مدينة الزقازيق الحالية وظل يحاربهم حتى فروا الى شمال الدلتا وهو خلفهم فسيناء ثم الى فلسطين ولم يرجع احمس الا ان اطمئن على حدود مصر الشرقية انهى امنه منهم ومن هجماتهم بعد القضاء عليهم بعد طرد الهكسوس وصل احمس بجيشه الى بلاد فينيقيا كما هاجم بلاد النوب لاستردادها مرة اخرى الى المملكة المصرية التي وصلت حدودها جنوبا الى الشلال الثاني وصورت حملات احمس في مقبرة اثنين من جنوده هما احمس بن ابانا واحمس بن نخبت وبعد انتهاء احمس من حروبه لطرد الاعداء وتأمينه لحدود مصر وجه اهتمامه الى الشؤون الداخلية التي كانت متهدمة خلال فترة احتلال الهكسوس فاصلح نظام الضرائب واعد فتح الطرق التجارية واصلح القنوات المائية ونظام الرا كما قام باعادة بناء المعابد التي تحطمت واتخذ من طيبة عاصمة له وكان اامون هو المعبود الرسمي في عصره واستمر حكم احمس مدة ربع قرن وتوفى وعمره تقريبا 35 عاما بعد طرد احمس للهكسوس من مصر عاد الى البلاد عام 1571 واتجه للاصلاح الداخلي مما جعل المؤرخون يعدونه مؤسس الدولة الحديثة مومياؤه يعتقد ان لاحمس مقبرة احدهما في ابيدوس وتتكون من معبد منحدر ومقبرة جنائزية وبقايا هرم اكتشفت عام 1899 وعرف انه هرمه عام 1902 ومعبد للهرم والاخرى في طيبة وقد تعرضت للنهب بواسطة اللصوص وقد اكتشفت مومياؤه عام 1881 في خبيئة الدير البحر مع مومياؤات بعض من ملوك الاسر الثامنة عشر والتاسعة عشر والواحد والعشرون وتم التعرف على مومياؤه في 9 يونيه عام 1886 بواسطة جاستون ماسكيرو وكان طول المومياء 1.63 سمى ولها وجه صغير نسبيا بالقياس مع حجم للصدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم سبب وبركاته